شهدت مملكة البحرين خلال الأيام القليلة الماضية سيطرة مرتفع جوي تسببت بانخفاض النسبي في درجات الحرارة سجلت على أثرها درجات حرارة أقل من المعدل الشهري لشهر يناير نعم وقال مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن تحليلات خرائط التقس تشير إلى تأثر شبه الجزيرة العربية والخليج العربي بحالة من عدم الاستقرار خلال الأيام القادمة ومن المتوقع أن يصل امتداده باتجاه الجنوب ليبدأ تأثيره على مملكة البحرين والمناطق المجاورة من يوم غد الجمعة لتصبح الأجواء غائمة مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحيانا وأضاف المصدر أن الحالة تصل إلى ذروتها مع اقتراب المنخفض الجوي للمنطقة خلال يوم الثلاثاء على أن تكون الفرص مهيئة لتشكل خلايا رعدية قد تصحبها هبات رياح حابطة شديدة السرعة كما تشير التوقعات إلى مرور المنخفض مع نهاية يوم الثلاثاء لتبدأ الغيوم بالتلاشي تدريجيا وتسود المنطقة حالة من الهدوء خلال الأيام التالية ترجمة نانسي قنقر